الحمد لله للمغرب عتمدت السجيل لوضع حد لواحد التبدير على المستوى الاجتماعي كتعرفوا بلي المغرب اليوم فيه تقريبا 139 برنامج اجتماعي ومفرقين بين القطاعات وما كانش انسيجان بيناتهم يزيد عليها سندوق المقاصة هاد الفوضى فهد الجانيب ما يمكن يطاعدها حد إلا في طارة السجيل ومع الأسف سجيل يطلب وقت طويل ستكون التجربة ان شاء الله السنة المقبلة في الجهة الرباط الزائر ومن بعد ستتعمل في المغرب بغير نستعجلوا به ولكن لا يمكن هذا تقنيه عمل تقنيه ضرورة من البرمجة إذا تعميم سيقول لي بعد تجربة الرباط الزائر نعطيه هنا نموذج جديد للرمد لا يوجد ضرورة الفقراء اللي ما عندهم موالو اللي يستفدون كاين اللي كي يستفد وما عندهم الحقي يستفد هذا نموذج وكذلك الهدف هو التغطية الصحية توصل واحد تسعين في المئة وبغير نمشي والتغطية الاجتماعية لأن مع الأسف كين واحد شريحة الآن تغطم السشيخ وخاهم عنده تقاعد وما عنده ولو إذا داخلي فحد برمج اجتماعي قوي وهذا السجيل هو اللي غي يكون مفتاح فعلا باش يكون فيه شوية العدل شكراً شكراً